بالماضي هناك نقطة مهمة في المحور الثالث بالماضي على طريقة مسيرة التسويج قرر أن تلعب المبارتين الوديتين أمام الطوغو وبورندي بأبواب مغلقة في وجه الإعلام في وجه الصحافة في وجه الجمهور المباريات لن تكون منقولة على المباشر وهي نفس الطريقة التي اعتمدها الناخب الوطني قبل كان 2019 لو نذكرك إبراهيم لعبنا أمام بورندي بملعب جاسم بن حمد في قطر بدون حضور وسائل الإعلام وبدون حضور الجمهور واللقاء لم يكن متلفز وفي النهاية توجنا هل الآن بالماضي أصبح يفكر مثل ما فكر قبل كان 2019 عكس كان 2022 بالكاميرون هل نظرون أنه بالحالة والسجريين قد نعتبر بثżyقuno من المبارس الذي يشعرون بأنه يفكرون ، ومن ثم مناقشة لا يصبح ذكر بال投ب موزنبيج داخلك كوب داخلما أفريكا في موزنبيج ومن ثم الأمر لي نحو بيشعروا الوديتين وهي الآن الترفيزة لا ينتظر بالكامير من الموزنبيج وتتعالى المعبارسية والموريطاني فرامية أوليد السياسيات هو مؤكد فنقاضي الخارج الوضوع مؤكد بنفاقه الموريطاني فرامية أولا فإن أفضل them two matches , واوهوهوهوهوهوهوهوهوه , بسهم هذا قالت فاوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوه , ميشي ق隨 كيف ما كنا لفافوري رحنا بالتخبية لجوال كانت عندهم إرادة قوية لعبنا في جوان ما في شيف مينشي في جون في بزاف أمور تختلف مصر والكود ديفوار ماشي كيف كيف في بزاف عوامل الطاقس اللي تيرالي لعبنا في مصر سيدة تيران تطريبو تيرا حقي فو ديلا فيريتي للمام الإقامة اللي كانت في مصر وفي كان كامرون ما يشغع كيف كيف في مصر كنا وحدنا في الفندوق باشك عندهم فنادق وعندهم آلي أو كونترار ديو كامرون ما عندهم شو عندهم مشكلة على فنادق وعندهم ليدة الاتحادية هذه الخطرة هدية راحوا على البكري ريزالفة والفندق باش يكون مخصص غير الفريق الوطني ويكون مخصص معهم يعني تزيد تخلص دراهم وتحدز الفندق كومبلي ولا يكون معك فريق وحد أخر أو فريق ثالث ليوم المبارتين راح يجرب فيهم بعض الخطط التاكتيكية اللي باش يدخل بهم آآ أنه مخصص غير الفن باشيبات للمدربس وأنهم يحضر المدربس في الوري وفرص والمان المضاري باراكس يجب أن تقوم بأستخدار إلى اللاكس وإنجاب نفسه وكيف تكون ذلك صحيح كيف يزيد تحدي بكات راحوا على؟ الآن، عندما أقول التعليمات التي يتبعونها في المتابعة ويجعلون انت تقرير بالماضي لا اقرير بالماضي هذا هو القرار عادي في الناس لكن اعطيك اخر في الموضوع اقول لك مثلا بما اني اتابع كرة القدم العالمية الاوروبية انتباه منتخب داخل منافسة رسمية مثلا انا لم يكن منتخب المانيا ايطاليا وايسبانيا داخل على منافسة رسمية يلعب المباراة تاعه بدون حضر الجمهور وبدون وسائل اعلام هذا هو الانتباه 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 تتربص مثلا اسبوع واسبوعين قبل ان انطلاق المنافسة لا بل انطلاق المنافسة كأس افريق افريقية ورأي صعبة افريق فيها بزاف لا يزال لا يزال اليوم منتخب اسباني ارماني ويقولنا احنا قائمة على الفينسات دوكا رأيش واللغز منتخب الوطني لأن حسب رأيي الشخصي حتى المنتخب الوطني التزاهير يصبح مكشوف للجميع الآن لمنتخبات المنافسة منتخب مثلا أول بولا أو منتخب بوركي نافاسو لماذا لا يعرف المنتخب الوطني ولماذا لا يعرف ثمانية حتى تسع لعبين أساسيين يلعب سحر في كأس وما ميفرق بها عندما يساعدك لعمل خطة مالي لكي يدعو في النقاط الأولي لا يسأل عن ما يفعله في الضيطة أم لا يهم الضيطة اليوم هي موطنيييه في التنمي في الفريق من الأسبان من أين نوار ويتحضر وهي مدينة من المناخ من المونافف، من التحضير الباداني تكون سوالحا. يجب أن يطبق خطة تاكتكية. لو كانت يقول لك أنه يكون سوالحا. لا تداري لك. لأنه يكون سليمانيا أو البونجحا. أمورا أو قويرا. كيف سيكون يكون منصب سوى الميدان. حيث من يبدأ أفريقون تتولار أو تتولار. هذا هو سوالحا. لم يكن لديهم لم يكن لديهم لذا قلت لك كأس إفريقيا في جنوية دائما تكون كأس مونتاك ننبورت كير سيليكسونر في الأفريق